موسيقى 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 الله سعيد دخواتكم زملائي الكرام اليوم موسيقى نزيجتش يغيجا بات سنتين مت فيبة مريضة بستين سنة عمرة عندها حرارة انا زميلكون محمد الحزوري لا تنسوا دعم القناتي باشتراك وشير وتعليقات انا كتير بحاجة لدعم القناة ومشكورين سلفا من بلش ان اينم زمستاج ابنت فيرد ايني نون ان سيشتش يغيجا بات سنتين فون ايغيم ايهمن ان دينوت اوفنامي جبرخت يعني مريضة بعمر تسعة وستين جابة زوجة او شركة في الحياة الى الاصعاف دي بات سنتين ها بزايد ديم فورتراك هو هايس فيبا اكسيلير جميسن بس نونون دايسش كما تفاي سيليسيوس المريضة عندها حرارة من مقاسب لبو تسعة وثلاثين فاصل اثنين من قبل اللقاء او قبل المحاضرة مي واضحة يعني زايد فورتراك فورتراك محاضرة او اللقاء موسيقى بسيب فولي زيش زير شفاخ زي ابيتيت لوس اوند كوني كاوم نوخ اونهلفة او فشتين يعني هي تشعر طبعا هون كل الصياغ بالكونيكتيف اينز كلام غير مباشر انه هي عب تشعر كتير تعبانة او ضعيفة زي ابيتيت لوس ما عنده شهية وبالكاد تستطيع النهوض او الوقوف تسودم زي دي لفت اتفا كناب يعني هي كمان عب تقول زي هون اللفت يعني كناب يعني يضيق قليل ضعيف هستن هابي زي شون لينجا والسعال صلو فترة مديدة بغنين باين بسالسن ابدو مني لشمرتزن وداد ياغو فيردين اوف ناخ فراجة فرناينت يعني الحرقة في البول والالام البطنية او الاسحالات بعد السؤال تم نافيا اوف ناخ فراجة فرناينت انفور الكرانكونجين اني اني ماما كرتينوم اني كوروناغ هرس كرانك هايت بيكانت يعني في السوابق المرضية كان في عنده تهاب القصبات المزمن في عنده السرطان الثدي وفي عنده الشرايين الكليلية تهاب القصبات المزمن وهذا الماما كرتينوم في دائت سميت اينا تيموترابي بهاندلت يعني هي من ناحية السرطان الثدي عبطة علاج كيمويا فور فومف تاكن هابيزي ان دي اونيفيرسيتيت كلينيك دينتسفايتن ثيرابي تسايكلوس ارهالتن يعني قبل خمس تيام في المشفى الجامعي اخذت دورتين معالجة او بمعنى كورثين معالجة يعني يجب أن يكون هناك حيث يجب أن يكون هناك حالة جيدة وكان عند تحمل الكورس الأول للمعالجة كان أحسن تحمله أفضل Die aktuelle Medikation besteht aus ASS 100 mg 1.0.0, Mitobrolol 47,5 mg 1.0.1 ASS 100 mg 1.0.0, Mitobrolol 7,5 mg 1.0.1, Sympathatin 14 mg 1.0.0.0, Dovi Formotirol zur inhalation يعني المعالجة الحالية تتألف من الاسبرين 100 mg بتاخده الصبح الميتوبرولول هو من حاصرات بتا 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 47,5 mg صبح ومساء Sympathatin 40 mg حبي صباحا Sympathatin 14 mg 1.0.0.1.0,ный في بيئة الشخصية قصدها في البيت العيش فيه ممكن جيران أقرباء ما حد عنده أعراض مشابهة هذا السؤال بخصص الأمراض الحموية الأمراض الفئة عدوى أسلاند ريسن هابي سيزايد فيه عيش نشت مير جمعت يعني من أربع سنين هي ماتلات برالبالد بايدر كورباليشن انتسوخونك فندن سيش فولدي أفضلشكايتين بلتدروك 90 على 1,50 mm هدراجروم هدرسفرقينز 102 مموطة روتميش الاتم فريكفنس 18 برو منوتة كوربار تمبيراتور 9.3 سيليسيوس أورال جميسين زواجتوف زيتي جونج راوم لوفت 92 بوطن تغوكني تسونجة اشتهي هاو تفالتن يعني بالفحص الجسدي وجودة الملحوظات التالية للضغط 90 على 51 ملي متر زئباق سرعة القلب 102 بالدقيقة روت ميش منتظام آتم بفريكفنس سرعة التنفس 18 بالدقيقة الحرارة الجسد 39.3 درجة مقاوية مقاسة عن طريق الفم زواجتوف زيتي جونج لشباع الكسوجيني برو منوت بهواء الغرفة 92% تروكي نتسونجة لسان جاف اشتهي هاو تفالتن تجاعد بالوجه او بالجلد موجودة بايدير أوسكولتاتسيون دير لونجن إست داس إكسبريوم إتفا فرلينجارت راس الجغيوشة زند نشت أوسكولتير بار يعني بالاصغاء الأصغاء الرئتين هناك تطاول في الزفير تطاول زمن الزفير خراخر ناعمة ما يسمعها أو لا يمكن سماعها تطاول الزفير في نتيالة لابور دياجنوستيك يوجد أن تطاول الزفير بفند يعني التحالي المخبرية الأولية أعطتنا بالمجمل المجموذات التالية سيروم كريatinين 1,5 ملغم برو ديسي لتر كربي 187 ملغم برو لتر جي بي تي جي بي تي جلوتامات بيروفا ترانسفيراز إغلايش آل تي أونيت بر لتر جمع جلوتاميل ترانسفيراز أين ونزيستش أونيت برو لتر هيموغلوبين 10,1 جرام برو ديسي لتر ليكوثايتين 1000 100 برو ميكرو لتر نيوتروفيل 119 برو ميكرو لتر ترمبوثوتين 18000 برو ميكرو لتر يعني كان هون الكريatinين في الدم وحد ونص CRB 187 ملغم برو ميكرو لتر جي بي تي هو الالت خمائر الكبد 51 ملغم برو ميكرو لتر جمع جي تي 60 ملغم برو ميكرو لتر خضاب الدم 10.1 جرام برو ميكرو لتر كريات البيض 1100 برو ميكرو لتر المعتدلات 120 ميكرو لتر الصفيحات ثرمبوثوتين 80000 برو ميكرو لتر هون الكرياتينين طبيعي تقريبا CRB مرتفع خمائر الكبد متوسط ارتفاعها الكريات البيضة الكريات المعتدلة والصفيحات كمان نازلة موغين اليوكوتسايتين بوزيتيف يعني في البول كانت كريات البيض موجودة إجابية نيتريت نيغاتيف ما في نترات إيرثروتسوتين نيغاتيف كريات الحمر ما فيه غلوكوزة نيغاتيف ما فيه سكر كريات 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 الصورة الشعائية المأخوذة للصدر أظهرت أنه ما فيه شيء موجودات أو ما فيه شيء ملفت للنظر القصة طويلة كثير نستنتج منها شو المشكلة اللي بتلاحظوها هون بالقصة شو الشيء مو طبيعي اللي هون عبسكوا بالأول مثلا مشاكل التنفس هاي موجودة سابقا وعم تاخد معالجات كيموية هاي ممكن تكون سبب بانخفاض عدد الكريات البيض والصفيحات حالة شوية صعبة يعني انا حبيت اذكرها هون بس بسبب انه اذا عدت عليك هناك حالة ممكن تحط ببالك تشخيص معين يعني مدى من كل الحالات بتشخص في حالات ما بتشخص طيب شو الحالات ما بتشخص شو رح نحط لها اسم هلا منشوف السؤال اول ما بتسمي الحالة الطبية للمريضة؟ يعني شو بتسمي الحالة الطبية للمريضة؟ فلش فيتغي دياغنوستيك فر ألاسنزي نوخ اندر نوت اوف نامة؟ يعني شو الاجراءات التشخيصية التالية او الطلبات اللي بتطلبها في الاسعاف بغندنزي ايغي فور جين يعني علل كل سلوك او كل اجراء وان بيجنن زي اينا انتيبيوتيش تيرابي؟ ايما تبتباليش المعالجة بالصده الحيوية؟ السؤال الرابع فلشي فاكتورن شبرشن جميس دم ملتي ناتسونال اسوسيات اوف سابورتيف كير ان كانسر ام اا اس تسي سكوغة فو اين ارهوه تكيفيردونج در باتسنتين ام رامن ديس نيوتروبينيشن في بارس يعني قصده من الجملة ما هي العوامل حسب المعايير الجمعية الدولية لدعم العناية بالسرطان التي تفسر ارتفاع الخطورة لدى المريضة في مجال حرارة ناتجة عن قلة المعتدلات سؤال شوي هم كركب السؤال الخامس فلشي اريقا زولت دي انتيبيوتيش تيرابي ديس هالب انفسن يعني ما هو العامل المرضي او العوامل المرضية اللي ممكن تشمل المعالجة بالسرطان الحيوية فلشي انتيبيوتيكا فيغين انديزال سيتواتسيون غي ايغنيت ما هو المصاد الحيوي او مضاد التهاب اللي ممكن نستخدمهم في عيل حالة متما شفتو زملائي في اسئلة طويلة وللصة طويلة شوي بس يعني متل ما تلكون رح نعضون ارهل الاجوبة ونشوف شو التشخيص بالاخير حالة متشوف حالة لسلة سوال اول كيف تسيشنت من دي مدتسينيش سيطواتسيون در باتسينتين الجواب اس لقت اي فيبا انبيكانت جنازة يعني الحرارة مجو السبب كيف تسيشنت من دي مدتسينيش سيطواتسيون كان اندي تسال در نويتروفيلن جرانيو لوتسوتن انتة فمفهندات بير ميكرو ليتر ليكت هون اعبال ليش اعبال لك انه الهون الحرارة بده تكون اكتر من 38.3 ومقاسة من الفم ممكن قياسها من الفم وعدد الكوريات البيض المحببة الحبيبية تحت 500 كورية في الميكرو ليتر السؤال الثاني سوال الثاني كيف تسيشنت من در نوت افنامه؟ يعني شو بتطلب مزيد من الاستقصارات التشخيصية في الاسعاف؟ بجرون دنزي اي غي فور جين عالي لك الاجراء النقطة الاولى انتنامي فون سفاي بس دغاي قترنتن بلوت كولتور بارن بين قوسين ايروب و ان ايروب فور بيجين اينار انتبيوتيكا تيرابي يعني سحب دم مرتين لثلاث مرات منفصلة مشان زرع الدم بلوت كولتور الجراثيم الهوائي واللهوائي مشان البداية بالعلاج بالانتبيوتيكا نقطة ثانية تسيتهدس توراكس للطبق المحوري كمبيوتر تومغرافي للصدر فاللي باتسينتن ريسبراطوريشي سمتم هات لن المريضة عند اعراض تنفسية مت در تيقو بدي اينا بلمونال كوموربيدتات بيشتهد دي داس ريزيكو بلمونالا انفكسيوني رهوت قد ابرتون استيش بلمونالا انفكسيوني مرام در نيوترو بني در كونفنسيونيلن غنجن دياجنوستيك اندجين كنن النقطة الثانية تسيتهدس توراكس طبق المحوري للصدر فاللي باتسينتن ريسبراطوريشي سمتم هات لن المريضة عند اعراض ريقوية مت در تيقو بدي اينا بلمونالا كوموربيدتات بيشتهد وامراض ريقوية مرافقة للتيقو بدي وامراض ريقوية مرافقة للتيقو بدي اللي بالاصل امراض ريقوية انسيدادية دي داس ريزيكو بلمونالا انفكسيوني من الرهوت هاي الحالة يعني سيقو بدي مع الامراض الريقوية المرافقة راح ترفع من مخاطر الانتعنات التنفسية هون 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 بتتبع بعد فايل تجي بعد فايل يعني فايل كذا كذا هون بورتونستيشي بلمونالا انفكسيون امراما دير نيوترو بني دير كونفينسيونيلي هوندغين دياغنوستيك اندغيهن كونن يعني نحن بنعمل تسيتين كمان نتجنب نستطيع التجنب للامراض الريقوية الانتهازية في مجال نقص الكوريات البيض المعتدلة وتجنب الاستقصاءات الشوعية التقليدية الاستقصاء الثالث زونوغرافي ديس أبدومينز زونوغرافي للبطن يعني ألتراشال افغروندر اتفا الهوتن جي بي تي جي بي تي جي بي تي هو جلوتامين بيروفا ترانسفيراز خميرة كابيدية والجامة جلوميريل جامة جلوميريل ترانسفيراز هي كلها خمائر او انزيمات كابيدية الاستقصاء اللي بعده بلوت غاز انالوزي تحليل غازات الدم فالاني رسبراتوريش انسوفيتسيانس بشتات لانيون في عنا قصور تنفسي موجود بين قوسين تاكي تاكي بنو بطء نبض القلب والهوبوكسامي ونقص الاكساجة اونت باي بي كانتا تسي او بي دي ايني اون كريتيش زواج شطف جابي ايني كولين شطف دي اوكسيد ريتينتسيون ريتينتسيون فوردرن كان يعني هون عم قولي اعطاء الاكسجين بشكل غير مدروس بشكل لا مبالي فان مستوى فان ذلك يدعم يمكن ان يدعم احتباس الغاز تبعه سي او تسفاي النقطة الاخيرة لاستقصاءات باكتيجولوجيشة سكريننج او بي زايد لونج مت ملتي ريسستنتن باكتيرين يعني المسح الجرثومي او الزرع الجرثومي على مستعمرات مع بكتيريا متعددة مقاومة مستعمرات متعددة البكتيريا المقاومة ده باي فيدا هولتن كرانكن هاوس فيدا هولتن كرانكن هاوس انت هالتن يعني في حال الاقامة المتكررة في المستشفى بين قوسين طبعا بسبب الماما كارتينون بالانامنازي اوند ايمونو سوبريزيون وكبت المناعة بين قوسين بالتيمو تيرابي مثلما ذكرنا بالانامنازي داس ريزيكو فور اين كولونيزيرون ارهوت است طبعا هون كل هاي الحالات راح ترتفع نسبة الخطورة تبع استيطان هذي الجراسي المقاومة السؤال الثالث فان بيجينن زي اين انتي بيوتيشة تيرابي ايما تبدأ بالمعالجة بالصدر الحيوية الجواب اين كالكوليرتي انتي بيوتيشة تيرابي زولتي ام قيهند ناخ انتنامي دير بلوت كولتوغن بيجونين بيردن يعني المعالجة المحسوبة بالصدر الحيوية لجب ان تبدأ مباشرة بعد زرع الدم السؤال الرابع فيلش فاكتورنش بريشن جيميس دم ملتي ناسيونال اسوسياشن اف سابورتيف كير ان كانسر ام ا استي تي سكوغ فا اي روتي جيفي اردونج دير باتسينتن امرامن ديس نيوتروبينيشن فيبا يعني بالعربي ما هي العوامل حسب معايير جمعية الدولية لدعم العناي بالسرطان التي تفسر ارتفاع الخطورة لدى المريضة في مجال الحرارة الناتجة عن قلة المعتدلات اذا العوامل اول شي اولا مير السيك سيش ياغي العمر فوق ستين سنة النقطة الثانية كلينيشيزومتوماتيب مت دويتليشا باين تريش تيغونك باين تريش تيغونك دير باتسينت يعني عنا اعراض سريرية مع اعاقة واضحة عند المريضة النقطة الثالثة من عوامل الخطورة اكتيفة تي او بي دي يعني حالة فعالة نشطة من امراض الرئال الانسدادية المزمنة النقطة اللي بعدها ديهيدراتسيون التجفف اللي بعدها ماما كارتسينومن ماما كارتسينوم سرطان الثدي النقطة الاخيرة اشتركة نيورو تروفيلي غرانولو توتين يعني انخفاض حاد في الكوريات المعتدلة المحببة او الحبيبية در ندرية بلوتدرو كنت او السريزكوفاكتور جزين يعني انخفاض الضغط يمكن ان يوراك عامل خطورة ام ا اس اتساتسي اسكوغة اتسيل دي هوبوتوني ابا ايرست باي اينم فيرت فون فينغالس نوينسيش مليمتر هيدراكيروم ديفنسيون سيونونوم ستوب هون عمقول في معايير الجمعية الدولية لدعم العناية بالسرطان يعد نزول الضغط أنه لازم تكون قيمته تحت التسعين مليمتر زئبا حتى يعد أنه فيه انخفاض ضغط فيه بوتوني السؤال الخامس ما هو العام الممرض اللي ينبغي أنه تشمله المعالجة باستضادة الحيوية ما هو الصادات الحيوية اللي بتكون مناسبة لهذه الحالة طبعا الرجاب الممكن تكون الجرام نيجاتيفة انتيروباكترين بسيدو مناس ايروغينوزا ستافيلو كوكاس أوريس وستريبتو كوكين زولتن إيرفاست بيردن يعني أنه تكون مشمولة لهي الصادات حيوية تكون شامل لهي الطواف دا بايدر باتسينتن ناخ ارمتلون دس مآس تسي سكوغس اين هوخ ريزيكو سيطواتسيون بشتين هوخ ريزيكو سيطواتسيون بشتين يعني المريضة بعد التقييم الخطر للجمعية الـMAS66 رح يكون هناك حالة خطرة موجودة النقطة الأخيرة جي ايجنتي أنتبيوتكا فودي كالكوليرتة إيرسليني تيرابي زند انت فيدا بيباسلين تازو باكتام إمي بنم ميرو بنم سيفي بيم هدول كلهم مقابل هاد هون عنا ميركي على الملاحظات استوريش قالت اين فيبا إيرس دان ألس أونك لها يعني سرها في الماضية أو مشاء مشاء علينا ما قولي انه الفيبا ان الحرارة بتكون غير معروفة السبب عند اللي هي بتكون أكتر من 3 أسابيع موجودة وناخ اينا رفوخة أمفنقريش دياغنوستيك ان اينا رفوخة اينا رفوخة كاني أنديغي دياغنوزي جشتيلت دياغنوزي جشتيلت وردن كونت وكمان ضلت في المشفى أسبوع عملو جراءة تشخيصية شاملة بس ما حسنو يحطو تشخيص مجالة من دياغنوزي من دياغنوزي من المشفى ومن درات المشفى والصليل لغطرنا من دياغنوزي دياغنوزي بالذياغنوزي جهزيز في نحيانوزي وممجل الكلبين صديقه لغطرنا أيضا لغطرنا الضبا القليل فوو يعني شو هذا الكلام يعني المخاطر المحتملة على المريضة في زمن أنه نعتبر ثلاثة أسابيع على الأقل اعتبار أنه هي الحمى مجهولة السبب وخاصة بوجود مرضى أو رام مع قلة المعتدلات هذه الأيام لا يعتبر هذا تعريف مناسب للحمى مجهولة السبب لاحظوا بنتي هذا الفيديو زملائي الكرام أتمنى أكون مع صوتي هذا الضعيف الصوت المبحوح أنه أكون وصلت لكم الفكرة وقدرت أشرحها أتمنى لكم التوفيق دوما يارب والذين ستدعم قناتي باشتراك شير وتعليقات أتمنى تدعموا القناة أكثر من هيك وتحياتي لكم وسلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة